موسيقى الثورة الشعبية التي أربكت الأحزاب اللبنانية وفرضت إيقاعا جديدا غير مسبوك في الحياة السياسية اللبنانية لا تزال حاضرة في الساحات فإن أصبحت الثورة في لبنان وهل انتهت مع سقوط حكومة حسان الدياب؟ لا ما انتهت الثورة مع سقوط حسان الدياب هذه الثورة انفجرت نتيجة منظومة فساد سياسي وكان بيشترك فيها واقع أقليمي أيضا هذه المنظومة وصلت الناس إلى مطرح أنه ما أبقى قادرة أتأمن لقمة عيشها ما أبقى قادرة أتأمن بمستقبلها ومستقبل معيشتها بهذا البلد ما في رؤية بقى لهذا النفق المظلم أنه كيف ممكن نقدر نطلع منه هذه الثورة نجاحة أنه ما كان إلى قائد في أحزاب لقيت حالة أنه اليوم جمهورة سبقها في الشارع جمهورة سبقها بالاعتراض وبالرفض لما هو واقع بالسياسة وبالاقتصاد وبالمظومة كلها في لبنان في أحزاب عم بتحاول تخترك الحالة الثورية بشكل أو بآخر وتقول قدو هي يعني أو تبرر حالة من الممارسات اللي حصلت في لبنان تجاه نحو نكمل نحو بعبدة ونحو عين تيني ونحو كل هاي المراكز لأنه مش بس رئاسة الحكومة هي هدف الصوار إسقاطها نحنا هدفنا إسقاط المنظومة السياسية الفاسدة اللي اليوم عم يتشارك فيها لكل هاي الأحزاب هاي المنظومة اللي حكمت كل هاي السنوات ما هتترك الأمور تسلم الأمور بكل هاي السهولة أكيد عم تخطط لا تفشل أي تحرك لا تفشل أي انتظام أو نتائج معينة ممكن يحققها الثور أعلن اليوم استقالة هذه الحكومة بعد تحقيق مطلب السوار بإسقاط حكومة حسان الدياب يطالب حزب الله بتشكيل حكومة وحدة وطنية ما يتعارض مع مطالب الثوار فهل يواجه حزب الله الثوار في الساحات؟ نتمنى أنه ما توصل لثورة دموية نتمنى أنه ما تصير ثورة دموية ولكن يمكن هاي المنظومة تشبثة بالحكم وبالقراسي رح يوصل الأمر إلى أنه بعدين أنه ما نقدر يصير فيه تغيير إلا ما يخصل ضم بالشوارع ويخصل هالانفجار الشعبي مع انتلاك الثورة ببداياتها إذا بتذكري كثير من الأحزاب حاول أنه يدخل إلى قلب ساحة الشهداء وإذا بتذكروا أول كلمة لأمين العام السيد حسن صلى الله وقت ألقاها حطوا بقلب ساحة الشهداء كان في وقت موقف حقيم من قبل بعض اللي كانوا موجودين بالساحة من الثوار أنه ما يصير في هذا الاستدام يمكن البعض كان عم بحاول يجرنا إلى استدام حزبي وأمني ونحن على المستوى الثوري أو على المستوى المدني نعتبر حالنا على مستوى يعني نمنى لا مسلحين ولا عندنا سلاحنا نخوض معارك فأكيد معركتنا خاسرة إذا بدت تتجه نحو مواجهة مسلحة مع حزب الله أو مع غيره هذا مش يعني أنه هو جمهور عايش بالرفاه ومرتاح يعني جمهور يعاني أكثر يعني يعاني ما هو جزء من الشعب اللبناني أنا برأي الصورة ترفض اليوم يرجع ينفرد على الصحة اللبنانية أي حكم لا مرتبط بإيران ولا بغير إيران أنا برأي الشارع سيرفض من جديد أي حكومة معلبة لا تتبنى طموحات هاي الناس اللي يعني عم بتعاني وعم بتعيش القهر والظل وجاء اتفاق الطائف ألغى كل الميليشيات وبقيت وحدة اسمها حزب الله مفهمنا كيف عنوين الثوار المطالبة بحصر السلاح بيد الدولة تتوافق مع طرح البطريارك الراعي في دعوته للحياد وتسليم سلاح حزب الله نحن نعتقد أنه في خطاب متقدم للبطريارك الراعي ومن راهن على أنه يبقى هذا الخطاب داعم للثورة ومندعي أيضا الرجال الدين أنه نحن نطالب بفصل الدين عن الدولة ولكن أيضا نطالب بأنه رجل الدين يحكي كلمة الحق ويحكي كلمة اللي بتوقف مع لبنان اللي نحن عم نطمح لإله لأنه هو بالنهاية أيضا مسؤول عن رعايته بكل التواقف عم نحكي ليس مسؤول عن مرجعيته السياسي مسؤول عن رعايته وعن المواطنين اللي هني موجودين في لبنان الثورة لن تتراجع ولن يعني تعود إلى نقطة الصفر قبل أن تكون هي المبادرة لتغيير الحكم من رأس النظام حتى أسفل